إن شاء الله تعالى أذكر نفسي وإياكم بآيات من سورة الإسراء وهذه الآيات تقسم الناس إلى قسمين وما منا من أحد إلا وهو داخل في واحد من هذين القسمين قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة الآيات دي رب العز والجلال قسم الناس إلى قسمين إلى أهل دنيا وأهل آخرة وقال لك الناس الدائرين الدنيا ما بلقوا الدنيا كله القسم الأول الزول الدائرة الدنيا ما بلقوا الدنيا كله قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لم يقل من كان يريد العاجلة عجلنا له العاجلة ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في التفسير قال يعجل له الله تعالى ما يشاؤه هو سبحانه وتعالى قال وهذه الآية كقوله من سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب يعني الزول بالدجوز من الدنيا وهي الدنيا كلها الله سبحانه وتعالى لخصة إذا صح التعبير في خمسة أشياء يعني الزولة الدائر متاع الدنيا ودائر زينة الدنيا ودائر نعيم الدنيا وما شغال بالآخرة ولا مؤمن بها ولا برجو رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون زلقا عام من الآخرة أولئك يئسوا من رحمة كما في سورة الرعد ماذا يريد آخر ودائر مفتونين ودائر في الدنيا دي قلوب دي الله قال فيها قال عنا في سورة المائدة أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ما فيهم خير ناس دنيا بس والدنيا كلها في سورة الحديد قال لك في خمس أشياء قال يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الدنيا كلها هل خمس أشياء ذي كمثل غيث أعجب الكفار نباته ما ترجم من فوق والأرض أنبتت أنبتها الله سبحانه وتعالى والكفار بعضهم قال الكفار معروفون وبعضهم قال الكفار الزراع لأن لفظة الكفر من التغطية زي ما الكافر قلبه مغطى ختم الله على قلوبهم الزارع بسمه كافر لأنه يغطي البذر بالتراب قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة بعد أخذر بعد شوية يبقى شنو أصفر وخلاص دا انتهى لأنه يبقى يابس وانتهى فخمسة أشياء لعب ولهو قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد اللعب بالأبدان واللهو في القلوب يعني ذول ظاهروا لعب وقلبوا برضو فيه شنو فيه له لاهية قلوبهم ما في سورة الأنبياء لاهية قلوبهم قلوب فيها له وتلقى بتاع لعب زي يسدنيا الناس أغلبية إلا من رحم الله شغالها باللعب تلقى قنوات كاملة بتاعة لعب وتلقى جرائد صحف كاملة بس كورة بس وتلقى الناس في واحد تلقاه ويفطر يقود محل الشاي يتلموا أربع انفار شغالين يلعبوا في موبايل وتمشي بعض الدكاكين تلقى شباب خاتين طربيزة وباليارد وبعكاس شغالين تلعبوا ناس في المواصلات شغالين لعب الاستادات المسجد تلقى فيه تلاتة صفوف والاستاد ملان والمسجد مجاني والاستاد باقروش وملان تلقاه وحجزوا من بدري وده الأب وولده تلقوني كور كلين وصل ليل ما لكون ده لالابي وده من ريخابي وده الشغالة كذب ده فريق كذا وده فريق كذا وشفع صغار برضو ده يقول لك يوم داك في الجامع في مدرمان لقيت شافع صغير قال لي أسمع والله قالت أنا نظرتي الريال الليلة بغلب شافع صغير وما قال لسه نظرتي يعني ليل الكورة ذاته عنده فيها نظرة والله الذي لا إلى غيره بلاوي في البلد ففي لعب تقيل وفي له له زي ما في اللعب في البدن في له في القلب ودليل له أنه في القلوب قول الله تعالى في سورة الحجر ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون الزل من أملوا يكون طويل ده دليل على أنه في له والآية الواضحة التي ذكرناها في سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم يعني الزل بتشغيل الغنية تلقى متكيف لأن الله قال كذف القرآن قال في بعض الناس بكيفنا الغنى قال في سورة لقمان وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَّ تشغل محاضرة بيزهج راقبين في البص يبدوه لك شوية شوية يجيبوا لك محاضرة بعد شوية مدحة بعد شوية غنية ونكات وإلى آخره وبلاوي مرة راقبين في البص شغلوا غنية معشير الجزيرة الحصحيصة قلت لزولة جنبي الشغال ده يسموه منه الفنان ده قال ليه يسموه فلان الفلان قلت لقى لها الزح زح مشهد قدام قلت للا السواق أنا هنا على سفر والموت من الحياة ما معروف ويمكن شوية تتنقلب ما في محاضرة ولا حاجة مفيدة تشغيل إلينا قال ليه نحن شيء مفيد ما عندنا إلا الغنى ده بس بينفع معاك ولا ما بينفع قلت لها خلاس أنا بديهم النصيحة النازل قال ليه بديهم وقفت فيه ناس شافوا شكل ده لاوزوا ما قال إني داعش ولا تنظيم القاعدة ولا دار فجر مع الغنى وشافوا الشكل لاوزوا قلت لهم يا جماعة سلام عليكم ضحكت فيه السلام عليكم في ناس وراء أمام الكبار عليكم السلام يا ولدي قالوا قلت لهم يا جماعة البصدى لو ينقلب إن شاء الله تصلوا بالسلام قولوا آمين قالوا آمين قلت لهم لو ينقلب تقابلوا الله بالفنان ده السنشندي سنشندي ده ولا أديكم آية وحديث قام الناس الكبار وراء قال لي الدين آية وحديث يا ولد قال لا أكفي للشي ده قفلوا قفلوا دار اتكلم لهم في الجنة والحياة السمحة وكذا وكذا لكن قلت هول شيء بدأ لهم بالموت وتاني مش القبر والقيامة لحد الجنة بدأت بالموت وفي ناس مضايقين الموت ماذا يرينه الموت ولحظات النزع وخروج الروح والبصر وشنوه بعرف وش يسخص وشنوه وإلى آخره وشغال في الموت وهم مضايقين ولو جامع كان مرقه لكن البصر ما في مرقه تحضر بس ما في أي طريقة بعدين بيسمعوا يسمعوا يسمعوا لحد وفي مره وره خوافة خوف شديد تكورك أقول وجاءت سكرة الموت بالحق تقول لي صلى الله عليه وسلم أقول لي حاجة دمياه كذلك تأصبري شوية في النهاية انتهيت من الموت والقبر الله يتقبل ولما وصلنا الجنة في النهاية بالكلام في النهاية قلت له الله جماعة بعد دا دي ساعة وحاجة أنا والله فترت عديل حجار كم بعد دانا داره قعدتك أن شغل محاضرة زول ذاته قال لي ما عندنا مفيد لقى الجو بقى محاضرات شغل طوالما ولذلك جماعة كثير من ناس إلا من رحم الله تعالى إذا سمع الدين الضايق لكن النبي عليه الصلاة والسلام في صيح البخاري في حديث عجيب جدا والحديث ذا بوريك التجنو بوري أي واحد فينه شنو حديث في صيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وهو يحدث أصحابه فدخل ثلاثة نفر ثلاثة يداخلين المسجد فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها واحد من هناك شاهد محل قدام فاضي جاء طوالي دخل في المحل قعد قريب بيزمع ونظر الآخر فاستحي خجل يعني قال أنا ننزل ده الصحابة وده الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا ما بشبهن هو في أخر وذاته صحابي قال أنا ما بشبهن وده من انكسار يعني فقعد وراء قال ونظر الآخر فجلس خلف المجلس قعد وراء بيسمع من بعيد مركز لكن من بعيد ونظر الثالث ثم أعرض الثالث عاللهن والضايق مرك طوالي ما ذار يسمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهواء وإلا وحي جاء وحي للثلاثة ديل ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله شوف الخير ذا كيف أوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر اللي هو الثاني فاستحيا 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 الله منه ده برضو في خير وأما الآخر اللي هو الثالث فأعرض فأعرض الله عنه وده ما بيرتاح شان كاي يوفى الزولة الدارة الدنيا دي لعبوا له لكن بلعى بس تلقى متكيف ويلهو يسمع في الغنى لكن مجرد ما ينتهي طوال قلبه ده بالضايق شاكيف تلقى ناس الحفلات بيمشوا مجموعات ومجرد ما تنتهي الحفلة ما يقدر يمش براو تلقاه في نص الناس يشاغل دو لأنه براو في وحشة في القلب في ضيق قال لعب ولهو وزينة دنيا فيها زينة وذي خدعت كتير من الناس يمرق برا واحد تلقاه متكيف في الجامعة ماذا يمرق برا يشوف الزينة والزخارف وطوال قلبه يتشعب بشعب الدنيا تلقاه يشوف بناتهم متبرجات وإلى آخر مرات زول كبير في السن تلقى بعين والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري والعينان العينان تزنيان وزناه مشنو النظر موضوع خطير وأن الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ده ما أمري ساي ده أمر وفيه موعظة لأنه فيه ترغيب قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لو غضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ده فيه تطهير للقلوب شكاية ثانية لما نقرأ القرآن بيرتاح لما يسمع درس بيرتاح كما قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال والقلوب للعلم كالوعاء زي الإناء فإن كان متسخا فإن العلم لا ينفع صاحبه وإنما يضره وإن كان نظيفا انتفع به صاحبه وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال مثل ما بعثت به كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها قيعان وكان منها وكان منها وكان منها فالزولة جماعة الجران للكلام ده الدنيا دي فيها زينة ما تخدعك بيوت مزخرفة عربات مزخرفة البشر ذات يزينوا ويتهندموا ويعملوا ويسووا ما تتخذع ما عند الله خير وأبقى الله قال كذف القرآن قال زيينة للناس ده تزين زيينة للناس حب الشهوات من النساء زولي شوف لما ره هنا يقول دي ما في زياء ولا في الجنة زاته هو زاته بيجيو كذي يقول لك دي ولا في الجنة زاته ما بلق زياء هذا ما شوف تشي دي دنيا والخلق الدنيا خلق الآخرة وإذا صح التعبير الشاف الدنيا شاف الآخرة الله الذي نظر إلى الدنيا دي اللفظ نظر إلى الدنيا هو الذي نظر إلى الآخرة ولما نظر إلى الآخرة ونظر إلى الدنيا قال لك ما عندي في الآخرة خير من هذا بي تصدق كيف قال لك الهناك أفضل من هنا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة شوف تقدر فتيل الفتيل القد السغير في مصمصة التمرة في ظهرة ده الفتيل قال لك يوم القيامة الله ما بيظلمك لو غضيت بصرك تلقى قدام لو معصية هيات لك إتب تحب الغنية الفلانية لكن خليت لي الله تحب الفنان الفلانية خليت السماع له لي الله سبحانه وتعالى إتب دار تنوم لكن قمت الصبح عشان الله وقال لك والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة وزينة وتفاخر بينكم دنيا فيها تفاخر بالأحساب والأنساب والمناصب وبالأموال وده كل زائل إنا كرمكم عند الله شنو أتقاكم إن الله عليم خبير قال وتفاخر بينكم والزولة اللي بتفاخر يا جماعة ما محبوب عند الله الزول طوالب يقول لك نحن سوينا وأنا عملت وأنا فعلت وأنا هل كذا وأنا الموقف الفلاني كذا ومرات يضيع عجره يقول لك أنا والله في مرة يتيم أولاد يتم ومرة وقعدا مشاديهم وأنا كذا ومشيت المناسبة الفلانية ومشيت لي ناس فلان وحليت مشكلة ناس فلان تلقى فخور والله تعالى يقول والله لا يحب كل مختال فخور وتفاخر بينكم آخر شيء من أمر الدنيا قال وتكاثر في الأموال والأولاد ياهو الناس الجارية لي الله من رحم الله الأموال والأولاد تلقى جاري عشان القروش وكذا وفي ناس السوق ده بخشوا ما عشان يأكلوا يشرب ده مرحله في فهمه تجاوز ده تلقى فس بريد السوق كان جعيد ذاته بالضايق في تجار كذا قولك إجازة والله شغل ده ما ينفع معنا مشيت محل في بحري قالوا واحد من التجار قال شدت مبريد السوق تزول معاه بتاع محل عربات قال البنك ذاته دفع قروش جابوا له فرع فرع هنا وفي فرع أنا فعلا شفته في نفس المحل اليوم كله السوق يريد السوق ويرتاح في السوق تلقى كبير في السن عمره تمانين سنة تقول لما تقعد في البيت أولادك شغالين أقعد أقرأ قرآن وسبح واستغفر كتير يقول لك يا زول إن قعدنا من نتكسر ونحن هم نريد القعدة يا زول إمام النوي قال كان أهل المدينة إذا بلغ الرجل أربعين ما تمانين في رياض الصالحين قال إذا بلغ أربعين تفرغ للعبادة وما بيش حيث الناس عنده مصدر دخل وشغال وكذا وكذا فلس شغال مصدر دتاني ما ما مدعليين بالسوق ولا بالمال ولا بكذا يكفيه قوته قوته ولذلك يا جماعة إنسان ما يفتخر بأشياء زيدي وإنما ولا يسعى لها فوق يعني المعتاد لا يتفاخر بدنيا وليكن هم التكاثر من أجل المال والولد حتى يلهي هذا عن دينه وعن أخرى كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم شنو المقابر دين ناس الدنيا أصل ذي حاجاته هاي يزول السي تلقاه جاري ما زول آخر أسأله قل ليتا دار شنو ياهو يا شغل تفاخر دار لمنصب يا شغل مال جاري له يسافر آخر الدنيا ويلف ويدور ويعمل يا هم أولاد يا هم سكنة ولا بنيان ولا عربات وده كلها التي ذكرت في الآيات ولذلك يا جماعة ديل ده القسم الله القسم الثاني باختصار شديد لأنه طولنا على الناس ده لعننا وانتلات صفات قال ومن أراد الآخرة زلمية الآخرة يعني العمل الصالح ما بيقصد به والمتح والرياء عمله بس قصده الآخرة ومن أراد الآخرة اتنين قال وسعى لها سعيها ليه ما قال وسعى لها سعي؟ لأنه في سعي معينة البرضاو الله سبحانه وتعالى قال وسعى لها سعيها عندها سعي معين إن سعيكم لشت قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل لشنو؟ سعيهم يعني أثبت لهم السعي لكن ده ما السعي الدائر الله الذي يريده الله سبحانه وتعالى السعي الذي يريده الله تعالى من العبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم البتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام متسع السعيدة اللي هو التطبق السنة دي فائدة التوخدة شأن نمشي للنقطة الأخيرة ونختم إن شاء الله تعالى اليوم البتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام خليك جاهز خليك جاهز لأذى الناس لأنه ما بخلوك لأنه الله قال كذي قال في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بعد قال لتبلوون ما قال سأبتليكم لتبلوون هذا كلام مؤكد في بداية وآخره الفعل ده مؤكد بمؤكدين لتبلوون باللام وبالنون الثقيلة المشددة لتبلوون لابد من الابتلاء في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن لازم تسمع لذلك كيف تسمع هذا كثير جدا ولذلك رب العزة والجلال قال فاصبر على ما يقولون على ما يقولون فاصبر على ما يقولون معناهم بيقولوا الناس الليلة الناس اللي بتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ما بريحوه زي ما في صيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود شنو غريبا كما بدأ بيشوفوه غريب يعني تمكن تتابع فنان ما بزول بيسعلك تسوي زيه الشعر زيه تغكورك زيه ووك وتبكي زيه ما بزول بيسعلك تتابع لعب كورة تنطط وتلبس كيف وفنيلة رغم تزعة ووك وجاري وشنكارات وكدارة ما بزول بيسعلك تتابع لك يعني أي شي مصارع تقعد تتوطح بالباب وبوشم وتخش لك نادي بتاع حديد وما كبرا كبرا بتاعش وحاجات كتيرة زول ما بيسعلك والله ما بيسعلك تلبس زي بعض الناس وكذا يلبس كيف وبراطنين كيف وشغل كيف وحاجاته حاجة زي الغويشة مكتوبة صح هي ما صح لابسها وبلاوي والله زول ما بيسعلك لكن تعال اليوم التي تطبق السنة تعال في لحيتك بصروا ليك أول شي بصنفوك يقول لك استداء ألقى من الجماعة جماعة يا أتون قل لك بيكون وهابي لا لا ما وهابي لا بيكون مشدد لا ما مشدد معناه يكون داعش قل لك لا يأخذ بداعش بيضحك وداعش ده بيجي جائز بيكون بالناس لا يكون شنو الزلة الزلة زول عادي يا جماعة بس الرسول قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم الرسول قال صلى الله عليه وسلم ما فلان ولا علان ولا تبقى مع جماعة ولا حزب ولا طايف خلق مسلم مستقيم بس قال حف الشوارب واعف اللحاء ده حديث من رواية ابن عمر رضي الله عنه حف الشوارب واعف اللحاء قال ابن حزم الأندلسي صاحب المحلى قال يجيب دماثن مستحبة دي واجبة قال يجيب أخذ شيء من الشارب يعني حرام تربشنا بطويل لما نياكل معاك حرام في شريعة لأنه قال حفوا الشوارب وحفوا فعل أمر والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب ما الأصل لاستحباب زي ما كثير من الناس قائلين حفوا الشوارب واعفوا اللحة دي سنة وكل وصاف الصحابة كذي أسه أقرأ صفة الصفوة كل ونوصافهم مطبقين السنة ما أتاب عليه جماعة لا أتابك معا جماعة أنا والله أتكيف جدا من بعض الناس وإن كان الواجب عليه ويفعل السنة وكذا يقول لك والله نحنا قالت والله يعيننا لكن نحنا ما معاكم ونحنا ذاته ما معا جماعة ولكن نحنا ما معاكم لكن تراهو الله دي سنة ما منسخر بيها دا أخير من البشوفك يصور واشه يضايق قالت الشعر دجنه وتلقى شعيف لزول بكجة كبيرة شعره عاملوا كذور ما بيسألوا داك سعولك كريم ولا بيسأل ينشوف السنة يضايق كل وصاف الصحابة أقرأ عمري بن الخطاب قالت كان طوالا أبيض أمهق شديد البياض محمرة العينين في عينيه حمرى تحت عينيه خطان أسودان من البكاء خفيف العارضين كث اللحية عمري بن الخطاب رضي الله كل هنا الصحابة أبو بكر الصديق يقول لك كان أبيض ناتئ الجبهة غاير العينين وكانت به لحية رضي الله عنه وكان نحيلا يجيب لك سعد بن عبادة يقول لك علي بن أبي طالب كان قصيرا وكان آدم اللون يعني ما شديد البياض وكانت به لحية كل أقرأ صفة الصفة كل سيارة الصحابة دي أوصاف عشان كاي لو جوا في الزمن ما بيسلموا من الناس زي ما الآن ما سلموا من كثير من الناس نساء الله العافية ولذلك جماعة الإنسان يبتلى ما يشتغل بالناس بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ شوفوك مقصر يقول لك ده كله عرفناه البلد ما في أقماش شغلتكم دي كذي واحد مرة قال لي والله كلامكم سمع لكن جلالي بكم بس قصير وطلع حاجم النبي عليه الصلاة والسلام قال كذي ده حديث حديث ده في صيح مسلم حديث مخيف ذاته في صيح مسلم من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة مش مخيف قبل باقي الحديث مش كلام مخيف ناس الله من الغضب قال لك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أبو ذر الغفاري قبل الرسول عليه الصلاة والسلام تم الحديث قال له خابوا وخسروا منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسبل إزاره والمنان الذي ينفق منة والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب وحديث أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود رضي الله عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار هل أم مخيف فالليلة جماعة الزول بيطبق السنة بيبتلأ زي ما الله قال كذي في القرآن ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناهم لا يفتنون حتى زوجتك في البيت تخاف منك حتى أقرب الأقربين يقول لك إنت صعب تقول لها يا ما ما صعب صعب دا الزول المشدد والمشدد دا الزول يعني مجاوز الحد يعني خدت له الأكل أكل سمحوا هذا قدامه قل لا لا أنا ما بأكل إلا قرب يقول تلال اللبس هذا نظيف ومكوي ويش ولبس ظريف وكذا قل لا 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 إلا ألبس مرقع يقول تلال هذا عربية أركب العربية وشغل مكيف قل لا لا الرسول ما بركب عربية أنا ما بركب عربية بس حصان حصان تقف في اللسطوبة حمر وخدر دا هو التشدد دا يما دا دا مجاوزة الحد لكن زول مع الناس هذا بيضحك ويتونس ويمش ويجي وعادي بقرة جامعة زي ما بيقولوا الناس بيأكل زي ما بيزوج زي ما عنده شفع ويلعب معه ونضحك وهذا عادي مع الناس ما بيش بس لقاء حديث طبقه بس لا حديث سمع الحديث طبقوا إنت تتابع لي جماعة فلان لا لا ولي جماعة ولي طايفة بس الإسلام ليه؟ لأنه الله قال كذب إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء الله قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام تتبرأ منهم كن زول بس مسلم زيك وزي المسلمات وذي جماعة دين الحق وذي دائر صبر والإنسان يبتلى فيه شأن كذا الله أقسم قالوا والعصر دا قسم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بشنو؟ بالصبر تصبر تصبر الصيبة الثالثة والأخيرة قال وسعى لا سعى وهو مؤمن مؤمن دا يعني باختصار شديد عقيدة نظيفة مؤمن دا يعني عقيدة في الله نظيفة ما عندو لخبة الوقع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ذو العقيدة نظيفة عتر بنادي الله لان عقيدة في الله جاءت كربة بالجأل الله زي ما قال رب العز والجلال في سورة الشعراء قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر قدامنا وفرعون ورانا إنا لمدركون قال كلا إن معي شنو؟ إن معي ربي سيهدين اعتمد على الله وتوكل على الله فنجاه الله سبحانه وتعالى وإذاك جماعة الزول كن مؤمن وعقيت في الله صيحة وما يعتقد في أشياء ما عندها علاقة بالنفع والضر يعلق له حاجة في يده يقول له حجاب بتاعي قرآن ابن مزعود قال حرام ولو من القرآن قال إن القرآن ما نزل عشان يعلقه ويمشوا ويسووا به أشياء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى ويبارك في الجميع ويتقبل منهم إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يزاكم الله خير عم أحمد عندك تعليق عم أحمد دا جماعة عمنا ورئيس اللجنة الله يجزيخ خير عم أحمد دانا مرة دارد علبة الزواج لكن قال المرة تمام معه يزاكم الله خير